في جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة والتي صدرت بعد نهاية جلسة اليوم جاءت الأرباح الفصلية لشركة اسمنتي يومبو أقل من متوسط توقعات المحللين على الرغم من ارتفاعها بـ 100% إلى 31 مليون ريال التوقعات كانت تشير إلى أرباح عند 39.6 مليون ريال وبحسب بيان الشركة يعود سبب الارتفاع في صاف الربح قلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي إلى زيادة إيرادات المبيعات المحلية وارتفاع الإيرادات الأخرى وذلك على الرغم من انخفاض إيرادات التصدير وارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية